مثير رسالة من الفيد لوزير الأوقاف إحمد التوفيق تحت هذا العنوان نشر موقعه ويبطريس مادة جاء فيها مرة أخرى أثار المتحدث في الأعشاب والمتطفل على الدين والتراث المدعو الفيد الرأي العام الوطني بسبب تصريحات مثيرة ومستفزة استهدف من خلالها نواب أمير المؤمنين على منابر الجمعة الفيد وفي بث مباشر له على قناته الدعاء بأن خطب الجمعة لا ينصح النساء بشيء أبدا وأضاف المتحدث في البهارات أن له كتابا سيصدر قريبا قال فيه بأن صلاة الجمعة بالنسبة له هي أشبه بموضوع إنشائي من اختيار الخطيب يلقى أمام الناس دون مراجعة ولا تصحيح وصرح ذات المتحدث دون أن يرفلوا جفن بأن كل خطب الجمعة التي تلقى في المملكة الشريفة أمام المؤمنين والمؤمنات موضوع عقيم ولا تصلح لشيء شارحا بعد ذلك نوع الخطب التي يرتائها ويحبدها بقوله بأن الميكانيكي أفضل من خطب أمير المؤمنين لأنه وفق الفيد يبين للناس ما يحتاجونه لسيارتهم وأستاذ الفيزياء لو خطب الجمعة لعلم الناس الكهرباء في المنزل ودور الخيط الأصفر والأحمر والأزرق كذلك الأمر بالنسبة لمدرس مادة الكيمياء لو خطب الجمعة عن المنظفات لأفاد الناس بدور الكلور والطبيب لو خطب أيضا لأن الصحى الذين يعانون من السكري يضيف الفيد أعلم أن كثيرا من الناس سيضربون أخماسا في أسداس من هذا الخطاب القريب إلى أخبار الحمقى والمغفلين منه لخطاب الأذكياء والعقلاء لكن المطالب التي يرفع هذا الشخص المثير للجدل دون مسكة عقل أو وزع من حياء أكثر من هذا فقد استنكر الفيد في ذات الفيديو الذي تناقله نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيق الفوري واتساب تذكير خطب الجمعة بلقاء الله والآخرة وقال هذه هي صلاة الجمعة وهكذا تشدنا إلى الماضي وتذكرنا بالآخرة هذا وقد اعتبر بعض المحللين أن الفيد كما يفتقر لوزع الديني والأخلاقي فهو يفتقد أيضا لمعيار التمييز العلمي حيث بات يخلط بين التخصصات والمجالات بطريقة جنونية وسبب كل هذا يضيف ذات المحلل هو الإيديولوجيا والمرجعية الجديدة التي بات يصدر عنها والتي لا تؤمن بمرجعية الوحي ومركزيته نعم قد تكون هناك ملاحظات على بعض الخطباء لكن منهجية التعميم والطرق البديلة التي يقترح الفيد مضحكة وتنم عن بلادة وخفة عقل هذا إن لم يتم إدراجها ضمن مطالب الادينيين والملاحدة التي يكررونها غير ما مراها وفي آخر مادة موقع ياب بريس جاء تجدر الإشارة إلى أن الفيد الذي ينكر السنة المحمدية ويستهزئ بحكام شرعية وآيات قرآنية بات شغله الشاغل حتى في ظل الأزمة والمصيبة الزلزال هو نواب أمير المؤمنين في المساجد والمنابر والجمعات وفي هذا الصدد طالب عدد من المواطنين بإيقاف هذا العابث الذي بات يحرق كل شيء حوله وعند حده بتدخل السلطات المعنية بحماية الأمن الروحي للمغاربة ومتابعة الفيد بازدراء الدين الإسلامي والتطفل على تخصصات لا قبل له بها وتقديم وصفات طبية تهدد سلامة وصحة المواطنين ترجمة نانسي قنقر